موسيقى نشرة الاخبار من اذاعة باو المجاة وفيها موسيقى اتلاق الصراحة حسين ابرى رئيس السابق للشاد لمدة شهرين تحفظا من انتثار الفيروس كورونا داقل الشجون موسيقى قال بروفوسير بامبنياي الوظير المكلف بشؤون الدينية في حكومة عبدالله ود بان سنغاليين هم الذين قد فضلوا البقاء تحت الحدانة الفرنسية دون النيل الاستقلال الكامل موسيقى احبار عربية يقدمها لكم ابراهيم قليلي اهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاخبارية بول مجايفم اعلن وزير الصحة اليوم الجمعة عسر من ابريل خمس حالات اصابة جديدة بكوفيد تشعة عشر خلال المؤتمر الصحفي اليومي نستمع الى الوزير الذي ترجم خطابه عمر جوف يوم الجمعة عسر عبريل 2020 الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي حصلت على نتائج فحوصات تبية من بين 195 احتبارا تم اجراؤها اليوم عدد خمسة عسر اختبارا ايجابيا بما في ذلك خمسة عسر حالة من جهات اتصال للمتابعة تم الشفاء اربعة عسر مريضا اليوم وسيخرجون من المستصفى قبيل قليل والان مئتين وخمسة وستين حالة ايجابية منذ بداية ظهور الوباء في السنغال تم الشفاء مئة وسبعة وثلاثين مريضا وخرجوا من المستصفى ووفاة مصابين ونقلت حالة الى بلدها والان مئة وخمسة وعسرين مريضا تحت العلاج في عنادر المستشفيات واوضاع المرضى مستقرا وفي اطار السعي لمع تفشي فيروس كورونا المستجد الوزارة الصحية والعمل الاجتماعي تدعو جميع المواطنين الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية المأمورة لودع حد انتشار الوباء كوويد 19 عصر في البلد نشكركم جزيلا شكر بينا بروفسور بامبانجاي ان السنغاليين هم الذين خاري اختاروا البقاء تحت الحدانة الفرنسية بدلا من حصول الاستقلال الكامل اريد ان اقول في هذا الكلام بان ارتباطنا بفرنسا ارتباط قديم جدا ويبدو ان جميع السنغاليين بشتى شرائحهم عملوا في ذلك في استفتاء الف وتسعمائة وثمان وخمسين رأينا بعض الشيوخ جالوا الوطن لدعوة الناس الى التصويت بنعم مع ديجول ومع فرنسا والسياسيون كلهم مشوا في هذا المنهج وهذا هو الواقع بمعنى اننا كشعب تقريبا صوتنا وفضلنا ان نبقى مع فرنسا تحت الحدانة الفرنسية الوزير بن بنجاي هو الذي سيكون ديفنا في هذه النشرة الاخبارية ولكن بعد خليل اطلق صراح رئيس حسين ابري بشكل مؤخد لمدة شهرين احتياطا من تفشي الفيروس كورونا المستجد داخل الشجون للمزيد من التفاصيل نستمع الى هذا التقرير خارم فال اصدر الرئيس السنغالي ماكسال امرا باطلاق صراح الرئيس التاد السابع حسين ابري بشكل مؤقت لمدة شهرين وذلك بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وشمل القرار 2600 سجينا واعتبرت وزارة العدل السنغالية ان هذا الاجراء يعود لاصباب انسانية في ظل انتشار جايحتك في التسعة عصر وينتشر عن يعيس عبر الذي حكم شاد خلال الفترة ما بين 1982 و 1990 تحت الاقامة الجبرية في منزله ولن يسمع له بمغادرة السنغال بيانت لجنة البحوث الفقهية الاسلامية في جلستها الطارئة في مصر بعدم وجود ارتباط بين الصوم والاصابة بفيروس كورونا سيدة خدجة بجان هي التي قرأت لنا هذا البيان بيان لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الاسلامية في جلستها الطارئة لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على سيام شهر رمضان بحضور كبار الطباء وجهات تحسس الطبي بفروعه المحترفة وممثلين عن منزمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف وهذه انتهت اللتنة إلى أنه لا يوجد دليل عني حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والاسابة بفيروس كورونا المستجر وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كافة المسلمين إلا من رحس لهم بذف الإفطار شرعا من أصحاب الأعظار نسأل الله أن يرفع البلاء عن العالمين والله ولي الطوفيق أحبار دولية يقدمها لكم إبراهيم صغيري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحية مباركة مطابعين الأكارم أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه هي النصر الأخبارية الدولية تأتيكم من إذا عتيب والمجار ونبدأ نشرتنا في الجزائر أصدرت لجنة الفتوى بوذارة الأوقاف والسؤون الدينية بيانا وأوضحت البيان حول إجراءات الحجر الصحي المفروضة للحد من انتشار كورونا وأوضحت لجنة الفتوى في بيانها أنه من الواجب شرع احترام الإجراءات الوقائية خلال دفن الشهداء دحايا فيروس كورونا وأصارت لجنة الفتوى أن توجيهات الحجر الجزئي أو الكل من الحضود التي يجب الارتزام بها وفي سياق آخر تحل بعد يومين إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر بشير والتي تمت في إحدى عشر أبريل 2019 للميلاد رغم حكمه بالسودان لمدة سلاثين عاما بقبضة حديدية إلى أن الأرض التي كان يقف عليه تدى بعض إذ تظاهر السودانيون جد حكمه غلاء المعيشة وتفصل بطالة وتدهر الوضع الاقتصادي واشنطن توجه لائحة اتهامات لمناصمة الصحة العالمية وسيناتور يدعو مديرها للمصول أمام الكونغرس سعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترانب وخلفاؤها الجمهوريون في الكونغرس الضغوط على منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها واشنطن بالتقاعص في التعامل بأزمة فيروس كورونا وهددت بقطع التمويل عنها وبعد الهجوم الذي سنه الرئيس دونالد ترانب على المنظمة واتهامها لها بالانحياس إلى الصين التي انطلقت منها الوباء وجهت إدارته الخميس لائحة اتهامات تفصيلية لأمم المتحدة وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية إن تصرفات منظمة الصحة العالمية أدت إلى إهدار أرواح بشرية هذا وقد دافع منظمة الصحة العالمية عن الطريقة التي تعامل بها المنظمة مع جائحة فيروس كورونا وذلك بعد سلسلة انتقادات شديدة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترانب للمنظمة وتحديده بتعليق دفع مساهمات أمريكا في ميذانية المنظمة وقال المدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عمس الخميس نصيحة تتنخص في أسياء ثلاثة أرجو أن تتمسكوا برحدة على المستوى الوطني ولا تستغلوا كوفيد 19 من أجل أهداف سياسية الصحف اليومية مع الفاروق سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن أهم ما وردت في الصحف خلال هذا الأسبوع الجاري أنباء حول فيروس كورونا المستجد قد تناول أبرس الصحائف كاللفس الفاتير والأسوى والفكردجين أن رئيس الدولة سيد مكسال قد طلب التوزيع العاجل للغزاء للأسر ودفع فواتر الكهرباء في مجلس الوزراء المنعقد أمس في القصر أكد رئيس الدولة توزيع العاجل للغزاء وطلب من وزير التنمية المجتمع إشراك قوات الدفاع والأمن في نشر المعونات الغزائية بعد ذلك طلب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بفواتر الكهرباء والمياه للمشتركين في الشريحة الاجتماعية من الدولة الإسراء في توسية سريعة مع المنشغل وكذلك في لسليوة البنيانكاي أطلق رئيس الجمهورية سيد مكسال يوم الأربعى نداء استراتيزية لإلقاء ديون البلدان الأفريقية مصحوبة بخطة إعادة جدول الديون التجارية التي ستسمح لأفريقيا في إطار النظام الجديد إن الاقتصاد العالمي لبداية جديدة تنبا كندا لديه حاكم جاك بوار يتحمل مسؤولية وقف المرض في المنطقة 334 حالة اتسال في الحجر الصحي من بينهم 90 طالبا قادمون من رفيسك سبعة أفراد بينما كانوا يحاولون تجاوز المعبر الحدود الرسمي ويحذر حاكم منطقة عمر ممود بلدي إذن يرى أن الوضع خطير وأنه يتطلب مشاركة كل منا سرح القيود الجديدة اعتبارا من هذا الصباح سيتم الصماح للجميع الأسواق العادية في المنطقة بالفتح يوميس إثنين والثلاثة ويوم الأربعاء سيتم إغلاقها وسيعاد فتحا من الخميس إلى الصبت وتغلق يوم الأحد وفي لتبني نكاي قد يتهبا كان دفنت الشابة أمس بقصوصية تامة في مقبرة يوف وبينما كانت أسرة المتوفاة عتني بدفنها فإن الشبان الذين اعتقلوا لسلتهم بهذه القصة المعصاوية استفادوا من عوضة الادعاء وسيواجهون المدعي العام يوم الخميس الذي قرر تكليف الملف بالقادي وشكرا لكم على حسن متابعتكم نرحب في نشرتنا هذه معالي الوزير سيد بام بنجاي سيد الوزير نال سنغال استقلالها منذ ستين عام أود أن ترجع على كيفية حصول السنغال الاستقلال وماذا تقول للذين يقولون بأن السنغال لم تحصل الاقلال حتى الآن وهل تحققت السنغال تغيرا ملموسا على الناحية الاقتصادية والاجتماعية وسياسية ابداعا من الاستقلال إلى يومنا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة أنا لست متطرفا ولا أحب التطرف وعليه أقول بأن الذي يقول بأن السنغال نال الاستقلال استقلالا كاملا أعتقد أنه متطرف في موقفه وكذلك الذي يقول بأن السنغال لم ينال الاستقلال متطرف في موقفه الحقيقة هي أن السنغال ودولة السودان الغربية أقصد الذي أصبحت الآن تحمل اسم مالي هاتان الدولتان نالت الاستقلال باسم فدرالية مالي أو اتحاد مالي في شهر عشرين يونيو ألف وتسعمائة وستين أقول عشرين يونيو عجوان ألف وتسعمائة وستين وتمت إقامة فدرالية مالي وكان السيد مودي بوكيتا من مالي الآن رئيسا لمجلس الوزراء أو للمجلس الرئاسي كما كانوا يسمى في ذاك الوقت وماما دجا من السنغال نائبا له ووزيرا للدفاع وكان ليوبول سدار سنغور رئيسا للجمعية الوطنية الفدرالية وبعد شهرين من هذا الاستقلال قررت دولة السنغال أن تخرج بنفسها من هذه الفدرالية وأعلنت في يوم عشرين أغسطس ألف وتسعمائة وستين أي تقريبا بعد شهرين بالضبط عن استقلالها وكدولة سنغالية وأعلنت جمهورية السنغال وأصبح ليوبول سدار سنغور رئيسا لها وماما دجا رئيسا لمجلس الوزراء غير أننا منذ سنة الف وتسعمائة والثمانية وخمسين أي في عهد الاستفتاء لأن فرنسا الدولة المستعمرة لما أدركت بأن مستعمراتها منها دول الدول الهندو الصينية فيتنام لاوس وغيرها بدأت تأخذ السلاح طلبا للاستقلال من فرنسا أرسلت فرنسا جنودا من السنغال من مالي ومن غينيا إلى هندو الصين لمحاربة هؤلاء الذين كانوا يحملون السلاح ضد المستعمر الفرنسي طالبين استقلالهم ونحت نحوهم الجزائر القريبة وفعلت فرنسا مع السنغاليين والغينيين مثل ما فعلت بهم مع ديتنام أي جندت جنودا من السنغال من مالي ومن غينيا وأرسلتهم إلى الجزائر لمحاربة الجزائريين الذين كانوا يحاربون فرنسا لنين استقلالهم وفي استفتاء الف وتسعمائة وثمانية وخمسين سبتمبر صوت السنغاليون بما يناهز ستا أو سبعا وتسعين في المئة بنعم وكان الاستفتاء وكان الاستفتاء يقول بكل وضوح بأن أي دولة مستعمرة أو مستعمرة عفوا أي دولة مستعمرة أرادت أو فضلت أن تبقى مع المجموعة الفرنسية حتى ترى فرنسا أنها يمكن أن تستقل وتعطي لها استقلالها تصوت بنعم أما الدولة المستعمرة التي ترى أنها لا تحتاج إلى حضانة فرنسا فيمكن أن تستقيل من اليوم أن تأخذ استقلالها من اليوم ولكن لتعرف تلك الدولة كما كان داقول يقول الرئيس شارد داقول حينئذ قال إن أي دولة مستعمرة فرنسية تصوت بلا في هذا الاستفتاء فستأخذ استقلالها مباشرة ولكن سنقطع جميع المعلاقات معها وكانت دولة غينيا هي الوحيدة التي صوتت في ذاك الاستفتاء عام الف وتسعمائة وثمان وتسعين وثمان وخمسين عفوا بلا غينيا كانت الدولة الوحيدة أما الدول الأخرى منها السنغال صوتت تقريبا بمئة في المئة فيعني هذا أن السنغال نالت أو نال استقلالها بصورة تختلف تماما عن نيل الجزائر أو لاوس استقلالهما لأن لأن تلك الدول أو حتى غينيا بساو حاربت المستعمر حتى نالت استقلالها أما السنغال فاستقلاله كان استقلالا كما كان يسينغور يقول بأنه فاوض مع المستعمر الفرنسي خلال خمس واربعين دقيقة فنال السنغال استقلاله هذا الاستقلال بالتفاوض يختلف تماما في جوهره وفي ظاهره عن ذاك الاستقلال الذي نالته دولة غينيا كونكري مع أحمد شيكوتوري أو ذاك الاستقلال التي نالته الجزائر بعد حرب ضد المستعمر الفرنسي هذا هو الواقع وعليه منذ الف وتسعمائة وستين يمشي السنغال مع رؤسائه الاربع الذين ذكرتهم آنفا وهم ليوبول سدات سنغور وعبد جوف وعبد اللاود وماكسل يمشون جميعا نحو نفس المنهج الذي هو منهج الاستقلال أي الاستقلال بالتفاوض والتشاور مع فرنسا في جميع الأمور وهذا منذ زمن الاستقلال إلى يومنا هذا وهو فعلا فيه فاصلة قصيرة مع الرئيس عبدالله وارد الذي كنت وزيرا عنده لأن عبدالله وارد معروف أنه إفريقاني له اتجاه إفريقاني ولكن مع ذلك كان صديقا لفرنسا لأنه درس في فرنسا وتزوج بفرنسية ولم يغير المنهج الذي اتبعناه منذ عهد سنغور إلى يومنا هذا وإن كان هو في بعض الجوانب يميل نوعا ما إلى توسيع دائرة العلاقات مع الدول الأخرى وفي هذا الاتجاه هو كليبرالي مشى نحو توسعة الدائرة لكن هذا اتجاه لبرالي لأن الرئيس الحالي ماكيسال يمشي على نفس المنهج الآن السنغال ترتبط به علاقات مع الصين وعلاقات مع أمريكا وعلاقات مع روسيا وعلاقات مع الدول العربية علاقات مع تركيا وعلاقات مع فرنسا هذا اتجاه جديد في عهد الاشتراكيين لم يكن الأمر هكذا كانت تقريبا كل العلاقات التعاونية بيننا وبين فرنسا ولكن مع العهد الليبرالي الذي ابتلأ مع الرئيس عبداللوان كانت العلاقات هكذا من بين الرؤثاء الذين ترأسوا دولة السنغال تختلف كل منهم سياسته عن الآخر برأيك سيد الوزير هل من الممكن أن نعرف أي منهم قدم الأكثر في تحقيق تأملات وتطلعات السنغاليين سكرا سيد الوزير للإجابة عن أسئلتنا أذكر بأنك كنت وزيرا مستشارا مكلفا بشؤون الدينية في السنغال في حكومة عبدالله ود أيها المستمعون الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر